منصات. عم يرجع يفتح البلد. شوية شوية يرجع يفتحوا البلد أبو الجينج. يعني هلأ كل أسبوعين هيفتحوا قشة جديدة. فهمت شو أصلي؟ كل أسبوعين رح يفتحوا قشة جديدة. إذن رح نضع لفظ الحجر. هنغير الحجر. كل هلأ هيفتحوا السوبر ماركتات والصيدليات. بس نظموا ننزع السوبر ماركتات. ما فيك تنزل. ما فيك تقوم أنت الصباح تدور سيارتك تروح على السوبر ماركت. وخلص تروح جيبوا قرار تجي. لا فيه شو؟ فيه شو منصة. برابا لك شو فيه؟ منصة. شو سدنا على المنصات؟ منصة. منصة سوبر ماركتات أبو جيك ألف مبروك. على المنصة ستضاف خانة لسوبر ماركت ورح تحدد بالاسم والموقع الجغرافي. الأذنات رح تنعطى لكل فرد بحسب نطاق الجغرافي. أي السوبر ماركت يلي قريبة منه. لإذن المعطل الفرد هو ساعتين. وعند أول مسحة مدخل السوبر ماركت للكود رح يمنح كل متسوق ساعتين لتساعتين. تسير أمورهم وأختيار حاجاتهم. ورح يتم إرسال إشعار أو نوتيفيكيشن قبل خمسة عشر دقيقة من نهاية هالساعتين. أبو جيك ساعتين وبيطلع لك بس محل واحد يعني فيك تروح بس محل واحد وبيطلع لك بس ساعتين أبو جيك. وبدك فوت وشفت أنا المنصة تبع سمار بكت فوت الأعمار لأنه ممنوع يدعر حدا بايته فوق ستتين سنين ما بيعطوا إذن. كأنه في شي مرة أصلا بتسجل عمره أكثر من خمسة وثلاثين. كأنه في حدا يعني مش يعني حاطة المرة اللي عملة ستتسجل خمسة وثلاثين وتظهر عادة أبو جيك. بعدين ساعتين ونفس المحل. يعني ما فيك ساعتين أيام ما بتخلص. بعدين أصلا ما فيه إشي مقطوعة ما بتخلص كدشي بسوبر ماركت واحد. يعني يمكن أصلا يعني أنت اليوم مثلا تبقولي ناقصة تعملها. بلا بنادورة. ما لقيت بنادورة. ما لقيت بنادورة. ما لقيت بحل لها سوبر ماركت واحد. أو بدك تعملها على أربعة أيام. يعني بنش من التنين تتبضع لها بتعمل لها الخميس أبو جيك. معك ساعتين بسا سوبر ماركت. يعني تخذ لك عراكت. ها؟ تخذ لك عراكت. سبق ماركت بيصير سبق ماركت. ويصير أنت بزك. أبو مارك. بريبارتي يلا ببليش. أو بدك قبل بوعد. قالوا أستاذ عمون معروف. حجزني خمسة دقائية عبر رادي الجبنة. بس عمون معروف. أستاذ أنا حاشي عبر رادي الجبنة. ها؟ عستند البهارات. أستاذ عمون معروف. عمون معروف. ما لش هالبابريكا لقليل. أريد كرسي على البهار. أريد كرسي على المنصة. في حانة بس تتروح للسوبر ماركت. ما عرفت بالمنصة. فبتكون جوا تقريبا أنه بس يسألوا أنا عبيتها أنت أزم بالمنصة. بيطلع أنه هيك. غريبي يعطيك العافية. ما صح تلك يوبار روحة أو لا؟ اشتركت عبر المنصة تتجي. عفوا عم تحكي على التليفون. عفوا اشتركت بالمنصة قبل ما تيجي على السوبر ماركت. كيف كانت الإجراءات سهلة بالنسبة لك؟ أعلم أعتبر المنصة. لا أسمعت فيها ما هي منصة 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 حقاً إنها منصة أكيد جمهور نتي في ماباًها لا تستعلم exatamente التي أنها هي منصة تستعلم هذه الباطاقة 60% لا تعد لا تفكر لا تحكير لا أقول أن المرأة له عمري وأمي كتبتت لا تسأل المرأة الهدى عمري أقول عابي العمر كتبت سهل لا تسأل المرأة الهدى عمري ليست سأل المرأة الهدى عمري يا طانت يعني بشوم عليك يعني بشوم عليك هم نسألك دعم كلمالك أنا أنا مش كلمالك هلأ في كمان حتى تتشكع المستشفيات في منصات عمد عينك ونظر شوف الضغط الكبير يلي واجهته المستشفيات بالإضافة إلى المشاكل يلي أثيرت بالآوين الأخيرة بين المواطنين وبعض المستشفيات دفع بوزارة الصحة ووزارة العدل إلى إطلاق منصة إلكترونية تسمح للمريض بتقديم شكوى بسبب حادث صار معه مش معاول ما حيات الله انتلك صور العيلي ما بقى فيه محل صار بدك لابتوب ما بقى فيه سلولار ما بقى فيه بدك لابتوب اكسترنال اكسترنال انتو ماشي مش أكتر حكومة عملت منصات بالتاريخ مش معاول بيعب بالبيت بيعب شي بيعب 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 لا بيشرب ولا بيأكل هذا اللي مع نوك لا بيشرب ولا بيأكل ما بيعمشي بيعود مطرحه ما بيروحي مع صيدلية بيبوت ما فيه بصير اذا اجابي فوزة معه نوكيا وبدو يفوت طلب ليروحها الصيدلية بصير فوت بصير فوت للا سنيكي إلا بدي بانادول يا سنيك بدي بانادول ما فيه كيف مات حرام نوكيا حرام حرام نوكيا ما لحقوه ما لحقوه حرام ما لحقوه نوكيا ما لحقوه عاد بيقول طوكس بيه جاب الـ LBCI بترافقك وين مكان كل برامجة بين ايديك من خلال موقع الالكتروني والابليكيشن الخاصة فيها على هاتفك وعلى جهاز الابل تيفي